من استوديو الأخبار إلى بلاطو النقاش الجزائر المباشر تحليل لأهم الأحداث الوطنية والدولية وتتبعونا في البرنامج اليوم في الحدث النقلة البترولية إينكر ترصب ميناء طرابلس بلبنان محملة بأزيد من 30 ألف طن من الفيول من أجل تشغيل محطات الطاقة الكهربائية بهذا البلد الشقيقة وفي ملفنا لنهار اليوم انتخابات السابع من سبتمبر الوعي السياسي لدى المواطن ركيزة أساسية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي واستكمال البناء الديمقراطي في دولياتنا اليوم قبيل قمة التعاون الصيني الإفريقي المخزن يروج الانتصار وهميا للتغطية على فضيحة توكيو وكاتيب القسام تتعهد بتوسيع عمليتها إلى الظرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السفينة الجزائرية إنكر بميناء طرابلس بلبنان حيث وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتزويد لبنان الشقيق بكميات من مادة الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وصلت الناقلة البترولية إنكر إلى ميناء طرابلس محملة بأزية من 30 ألف طن من الفيول استعدادا لتفريغ حمولتها بعد استكمال الإجراءات الإدارية والجمركية مفاد التلفزيون إلى لبنان يسير نقاشا هنا بميناء طرابلس شمال العاصمة اللبنانية بيروت وصلت بخيرة إنكر محملة ب30 ألف طن من مادة الفيول لأن هذه المبادرة ترينا مرة أخرى الدور البناء الذي تلعبه الجزائر بلد المليون ونص شهيد بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون ورؤية الرئيس عبد المجيد تبون في جامعة الدول العربية في القمة قمة البلاد العربية تترجم اليوم تترجم اليوم وقوفا مع لبنان في عزي أزمة تقوية نتمنى أن تكون عابرة بمساعدة الجزائر وهذا التضامن هذا ليس بجديد من دبلوماسيا الجزائرية ومن الرئيس الجزائري وإنما هذا أرثناه من الثورة الجزائرية من الشهداء الجزائرين نحن الثورة كما عاشت بتضامن الشعوب والبلدان وكان لبنان تفاعل إيجابيا مع الثورة الجزائرية بتضامنه بمظاهرته وهذا بقي يعني في الذاكرة بقي رسخا في ذاكرة الجزائر الكل هنا في لبنان يشيد بالمبادرة الجزائرية لمساعدة الأشقاء لتجاوز الأزمة نود أن نشكر دولة الجزائر وطبعا الرئيس الجزائري على هذه الهبة خصوصا أنه كما ذكرت لبنان بحاجة إلى الفيول من أجل الخروج من هذه العتمة وطبعا يعني لبنان يمر بأزمة كبيرة وهي أزمة الحرب وطبعا أزمة اقتصادية فهذه الهبة جاءت مثل يعني هيك بلسم للجروح للجروح اللبنانيين وطبعا هذا ليس شيء جديد على دولة الجزائر فهي دائما داعمة لكل الدول العربية بما فيهم لبنان نتشكر دولة الجزائر على الهبة اللي قدمتها لطرابلوس هذه الهبة اللي قدمتها اليوم الله بيعلم جزائر جزى الله عنك كل خير الله سبحانه وتعالى يقول من عملك من عمله مسكه لزره الله ما بدي يعجون ونحن نتشكرنا دولة الرئيس لجزائر أمه وأبي جزائر إذن هي مبادرة تثبت مدى تمسك الدبلوماسية الجزائرية بثوابتها في مساعدة الأخوة والأشقاء في المحن إذن كانت تقرير لزميل ياسين نقاش موفد تلفزيون الجزائر إلى لبنان أسعد بإستضافة معي هنا في البلاطو كل من البروفيسور دي سعطية والسالة العلوم السياسية والعلاقات الدولية مرحبا بكم أستاذ أهلا وسهلا بيك سيد أحمد وتحية طيبة لك ولكم مشاهدين الكرام شكرا على تربية دعوة يحضر معنا عينا الأستاذ بوزيان مهما الخبير في أشياء الطاقة ومرحبا بكم أستاذ شكرا على تربية دعوة أيضا أستاذ بوزيان مهما يحضر معنا أيضا عبر تقنية اسكيب من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذ فيصل عبدالستار الإعلامي والمحلل السياسي إذن سيكون معنا بعد قليل الأستاذ فيصل عبدالستار من العاصمة اللبنانية بيروت تبدأ معكم أستاذ إدريس عاطية ما هي بالنسبة إليكم أبعاد هذا الموقف اللبنانيون سموها فسحة ضوء هكذا قال الشريع اللبناني حول هذه الهيبة غير المشروطة ويجب أن نركز على هذه أستاذ إدريس عاطية نعم أول شيء نريد أن نركز على أن هذه الأبعاد هي داخلية وخارجية خارجية داخلية لأنها تعكس قوة القرار السياسي للجزائر ولشخص سيد رئيس الجمهورية الذي أكد دون أي تردد دعمه للبنان وقد وفى بوعده منذ الفاتح من أفوامر العام 2020 عندما تحدث رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وأكد على أن لبنان في حاجة إلى دول عربية وقال بالعبارة لا تترك لبنان وحيدة كانت كلمة معبرة نعم هذه الكلمة المعبرة والمؤلمة فهو يؤكد على قوة قراره وعلى أن الجزائر فيها لالتزاماتها إلى جانب قوة مؤسسة عندما نتحدث على شركة سونتراك شركة عالمية لها مصدقيتها العالية ولها قدرتها أيضا في توفير هذه الشحنة بسرعة نظرا للالتزامات الخارجية وتخليل هذه المؤسسة لكنها أيضا استطاعت في ظرف وجيز وجيز جدا لتلبية الشحنة أما على المستوى الخارجي هذا يؤكد أبعاد التضامن والتعاون الذي جعل الجزائر والسياسة الخارجية الجزائرية تتحرك في إطارهم منذ ثورة التحريرية بل حتى قبل ذلك فالجزائر دائما هي متضامنة مع شعوب المنطقة واليوم أيضا هي تقوم بمد هذه الهبة للشعب اللبناني وهكذا جاء حتى في بيان شركة سونتراك هذا المساء أنها تؤكد على أن هذه الهبة من الدولة الجزائرية إلى الشعب اللبناني وهذا يعود دائما للتصور التاريخي لأن الجزائر المحطة التاريخية ترىها دائما كمرجعية لترشيد حاضر ومستقبل السياسات ونحن لا ننسى الأشيقاء في لبنان عندما حاملوا رأيات وقاموا مضاعرات المناصرة للقضية الجزائرية أنذاك وهي تحت نير الاستعمال الفرنسي البغيض وأيضا في الكثير من المحطات التي كانت هناك نقاط التقاف في السياسة الخارجية الجزائرية والسياسة الخارجية اللبنانية وعلى رأسها هو الموقف الرافض للتدخل العسكري في سوريا وفي العراق ونفسه أيضا رفض لعصفة الحزم سنة 2015 في اليمن رفض التدخل الأجنبي في ليبيا أو غيرها من المسائل التي تعكس عقيدة مشتركة بين الجزائر ولبنان نهيك أيضا على الكثير من المحطات المهمة جدا التي توضيء سبيل العلاقات مع ذلك أيضا أن الأبعاد التضامنية كما أشرت في سؤالك سيد أحمد هي دون قيد أو شرط لأن الجزائر لا يمكن لها أن تتاجر في مآسي الآخرين لا يمكن لها أن تشتغل على حاجة آخر سواء كان شقيق أو غير شقيق نهيك أيضا أنه لبنان هو شقيق الشعب اللبناني بتركيب تلفوسة السائية كله يعشق الجزائر ويدرك قيمة الجزائر والجزائر أيضا هي ترد بالمثل نظرا دائما لهذه العلاقات القوية بين البلدين والاقتباطات الشعبية جيد إذا كما قلت في بداية البرنامج يلتحق بنا من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذ فيصل عبدالسطار الإعلامي والمحلل السياسي مرحبا بكم أستاذ عبدالسطار مساء الخير لك ولا ضيفك ولا كل المشاهدين وشكرا لهذه الإستضافة وأعتذر لرداءة الصورة أو الصوت لكن يعني الوقت لم يكن متاحا به بشكل مناسب تفضل صوتك وابتسامتك تكفينا أستاذ عبدالساتر في البداية هل لك أن تقربنا من الوضعية الخاصة بالتزويد بالطاقة الكهربائية في لبنان ما الذي حدث بالضبط سيد عبدالساتر يعني لبنان كما تعلمون وربما الكثير من الشعب الجزائر يعلم أن لبنان يمر بأزمة كبيرة على مستوى الطاقة منذ سنوات طويلة وزادت هذه الأزمة بعد إقرار حزمة من العقوبات على سوريا ومنع بذلك لبنان من أن يستجر الطاقة الكهربائية والغاز من مصر ومن الأردن بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبة على الشعب اللبناني كما هي العقوبة على سوريا في هذا الإطار وطبعا أزمة الكهربائي في لبنان هي أزمة عميقة جدا ومزمنة جدا بسبب الكثير من السياسات التي لها علاقة بالفساد القائم في لبنان والمحاصصة التي يتقاسمها بعض من أرباب السياسة في لبنان وهذا كلام طويل الآن لا أريد أن ندخل الشعب الجزائري به لكن أتحدث عن المبادرة الجزائرية والتي اليوم وصلت البافرة المخصصة من الجزائر كهبة غير مشروطة للبنان وحملتها 30 ألف طن متر من الفيول ممكن أن تقدم للبنان خدمة لثلاثة أشهر وبمعدل تغسية كهربائية من أربع إلى ست ساعات يوميا هذه الهبة من الجزائر هي فعلا جاءت في وقت عصيب يمر به لبنان وخاصة أن لبنان منذ 11 شهرا إلى الآن هو منشغل في حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي فيما أسمي من قبل حسب الله اللبناني جبهة إسناد مع الشعب الفلسطيني ومناصرة للمقاومة في غزة وهذا ما زاد الأزمة في لبنان بطبيعة الحال فضلا عن أن الأمر يتعلق أيضا ببعض العقود الموقع بين لبنان وجمهورية العراق وفي كل مرة يحدث هناك أسكيلالات في مثل هذا العقد لا ندري ما هي أسبابه حقيقة هل هو تلكب من الجانب العراقي أم هو تقصير من الجانب اللبناني لكن في كل الأحوال يدفع اللبنانيون ثمنا باهظا نتيجة هذه المشكلة التي ما أن نرتاح منها أشهر قليلة حتى تعود لتطل برأسها من جديد جيد لكن أستاذ عبدالساتر الآن بعد رسو هذه الناقلة البترولية بمنيناء طرابلس وستقوم بتفريغ حمولتها على أقصى تغدير نهاية يوم غد حول الله الآن مختلف الأطياف المجتمعية في لبنان كيف تلقت هذه المبادرة من قبلها الجزائر ما الذي قالته الصحافة اللبنانية حول هذه المبادرة الجزائرية يعني بالتأكيد المتابع لكل الإعلام اللبناني ولكل مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الإعلامية يعلم تماما حجم ما شعر به اللبنانيون من امتنان للجزائر الشقيقة على ما قدمته وبعلا أن لبنان بحاجة ماسة مثل هذه المساعدة بطبيعة الحال وطبعا هذا يعبر عن مزايا وأخلاق الشعب الجزائري ورئيس الجزائر والحكومة الجزائرية وبالتالي الجميع قدم كل أنواع الشكر كل على طريقته وهذا أقل ما يقال وهل جزاء الإحساني إلا الإحسان وبالشكر تدوم النعم للأسف أن نصبح بهذا المعنى وكأننا نريد أن نستعطف بعضنا بعضا في حين أن جزائر قالت أن هذه المساعدة للبنان هي غير مشروطة وهي هبة للشعب اللبناني وهذا شعور من الشعب الجزائري نحو لبنان الشقيق وما إلى ذلك من إظهار المشاعر الطيبة لكن للأسف لبنان متروك منذ سنوات الأزمة التي ضربت في لبنان منذ 2019 لم تلتفت إليه أي دولة عربية سوى العراق ببعض الهبات وبعض العقود التي وقعت بينها وبين لبنان وها نحن أمام أيضا تقدم من الجزائر لكن بقية الدول العربية ليس لها علاقة بكل ما يجري بل على العكس ربما تكون مساهمة في أن تكون أيضا محاصرة للبنان بشكل أو بآخر أقول هذا الكلام مع الأسف لأن هناك من الدول العربية من يستطيع لو أراد أن يساعد لبنان لأنقذ لبنان من كل هذه القضية جملة وتفصيلا لكن للأسف يعني البعض آثر أن يقدم خدمات لإسرائيل ولم يقدم خدمات للبنان جيد أستاذ عبد الساتر في الأخير ما هي أفاق ربما فسحة ضوء دائمة بالنسبة للبنان هل هناك حلول مطروحة هل هناك استراتيجية اليوم واضحة من أجل إيجاد حل نهائي ربما على المدى المتوسط لهذه الأزمة سيد عبد الساتر يعني يبدو أن الوضع ليس بهذه السهولة وليس بهذه المرونة نحن نعلم أن الخلافات السياسية في لبنان وأنتم تعلمون أنها حالة دون أن يكون هناك أي خطة واضحة لموضوع الكهرباء في لبنان وهي مشكلة المشاكل ومحاولة المساعدة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من مرة لإنشاء معامل لتوليد الطاقة في لبنان قوبلت بالرفض من الحكومة اللبنانية تحت مئة ألف سريعة وزريعة سارة يقولون أن إيران دولة مفروضة عليها العقوبات ربما نترفع قليلا على هذه الأوكار السياسوية السيد عبد الساتر حتى نعطي ربما أمل بأنه ربما سنجد حلولا في المستقبل سيدي نأمل أن يكون هناك حلوث المستقبل وهو نداءنا إلى الجزائر الشقيقة يعني علها أيضا تقدم مساعدة في هذا الإطار مساعدة دائما لكي يخرج لبنان من هذه الأزمة وأعتقد أن مشكلة الفيول في لبنان هي مشكلة مزمنة ومشكلة معقدة جدا يعني نأمل أن يكون هناك اتفاق بين لبنان وجزائر ينهي مثل هذا العمر وتصبح جزائر البلد الأساس في استيراد الطاقة المخصصة أو الفيول المخصص لتوليد الطاقة لعل بذلك يكون الحل النهاي نأمل ذلك بحول الله على هذه الكلمات أختي معكم سيد فيصل عبدالساطر ذكر أنتم الإعلامي والمحلل السياسي كنت معنا عبر تقنية اسكيب من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا جزيلا لكم شكرا لك أستاذ أستاذ أبو زيان مهما الآن حتى من الجانب التقني حتى نفهم هذه الشحنة الأولى التي أرسلتها الجزائر إلى الشقيقة لبنان 30 ألف طن من مدة الفيول تم تحميلها من ميناء سكيكدا سيتم تفريغها في ميناء طرابلس من النحية التقنية التي يمكن أن نقولها حول هذه المبادرة بالنسبة للجزائر شكرا لكم بداية أنا أنطلق مما تفضل به الأستاذ الإعلامي والمحل السياسي الأستاذ فيصل عبدالساطر من بيروت حينما تحدث بأن هذه الشحنة سوف تكفي كامل لبنان لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر بمعدل ست ساعات في اليوم منذ أسبوع في هذا البراطو كنا تحدثنا وأعطينا رقم وقلنا بأن هذه الشحنة ستكفي لبنان كاملا لمدة 26 يوم وتغطية كاملة على مدار اليوم وبإمكانها أن تغطي شهر لذلك بهذا الحساب لو أنه نحسب بحساب أستاذ عبدالساطر ست ساعات في أربعة معنى ذلك أنه ونقسم ربع على أربعة سنجد بأن هذه الشحنة ستغطي شهر لذلك نريد أن نؤكد بأن حقيقة أنه نحن كجزائريين والإعلام الجزائري والخبراء الجزائري مطلعون ومتابعون الشأل لبناني حتى بمثل هذا التدقيق التقني لأنه منذ أسبوع مع بداية الشحنة الحملة قلنا بأن هذا الفيول الجزائري سوف يغطي كامل احتياجات لبنان على مدى شهر وعلى مدى اليوم الكامل واليوم بعد أسبوع أنه الحمد لله الأستاذ فيصل عبدالساطر من بيروت كلبناني أنه يؤكد هذا المعلوم على أساس أنه الآن لأنه الإشكالي الآن محطات توليد الكهرباء في لبنان لا تشتغل على مدار اليوم الكامل من بين الأرقام التي مطروحة أنه بين نوفمبر 2021 وجوم في 2022 كان توزيع الكهرباء بمعدل ثلاث ساعات يومياً في لبنان وهذه مشكلة خطيرة في لبنان كدولة ولذلك بقيت أن المواطنين يقومون بالربط الكهرباء من خلال مولدات الديزل التي يحوزون عليها الخواس هذا من جهة من جهة ثانية الآن هذه الشحنة كان من المفترض انطلاق الرحلة أن تصل هذه الشحنة إلى ميناء إلى مرفع جينية مرفع جينية أنه يبعث ثلاثين كيلومتر على بيروت ولماذا مرفع جينية؟ لأنه مولدات محطات الجية التي هي قريبة وملاسقة لمرفع جينية أنها التي هي قدراتها في حدود 616 ميجاوات ولذلك هنا نعيد أن نربط مصرحة به سابقاً وزير الطاقة اللبناني بأن شحنة الفيول الجزائري الآن لبناني يشتغل بقدرة 600 ميجاوات وشحنة الفيول الجزائري سوف تضاعف ب600 أخرى لنصل إلى 1200 لماذا؟ لأنه كانت تعويل على أن هذه الشحنة لما يتم تفريغها سوف تذهب مباشرة إلى معامل جينية لأنها لما نقوم بالتفصيل هي مجموعة سلسلة من المحطات جينية واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وبما فيها محطة البواخر الآن الحمولة تم في اليوم الأخير قبل وصولها تم توجيهها لأنه مرفع جينية تبين بأنه مرفع ضيق تم توجيهها إلى ميناء طرابلس الآن ميناء طرابلس أنه بمحاذاته في الشمال يعني مجاور له في الشمال وهي محطات دير عمار دير عمار أنه طاقتها أنها في حدود الإحصاء الذي نتوفر عليه أنه دير عمار سيعتها بحدود 465 ميجاوات وأنه في الجنوب قليلا على هذا المرفع يوجد محطة الحريشة وهي بطاقة 70 ميجاوات لذلك أن هذه الحمولة سوف تذهب سريعا إلىها ولذلك بطاقة 535 ميجاوات وأن الحمولة المتبقية سوف يتم تصريفها لأنه لما ننظر إلى توزيع محطات الكارابا في لبنان نجد في الجنوب في الجهة الجنوبية نجد محطات صور ثم بعد ذلك نجد محطات الزهراني ثم بين بيروت وطرابلس أنه نجد محطات الضوغ ثم محطة الجياء ثم بعد ذلك بعد طرابلس نجد محطة دير عمار هذه المحطات أنها فيها ما يشتغل بالفيول أويل وفيها ما يشتغل بالغاز أويل الآن ربما هذه فرصة حتى نوضح لأنه ممكن في كثير من الدول هناك تعريفات تختلف ما بينها لكن نحن كجزائريين يهمنا نعبر نحن على طبيعة الشحنة التي تم أنه الآن منحة كهيبة دون غير مشروطة إلى أشيقائنا في لبنان لدينا مرسوم لأنه هذه أمور أنها مضبوطة قانون لدينا مرسوم تنفيذي وهو المرسوم رقم 21-320 المؤرخ في 14 أود 2021 والذي أنه يضبط أنه مواصفات مواد المحروقات المسوقة في المادة الرابعة منه أنه يقول بأنه الفيول أويل هو كل وقود سائل مستخرج من البترول مع داء المازوط والوقود البحر تحت مباشرة نجد تعريف مادة المازوط المازوط هو الناتج من عمليات التكرير والتحويل كوقود يستخدم في السيارات التي تشتغل بالضغط وهي محركات الاحتراق الداخلي لذلك أنه الفرق ما هو هو في نوعية الاستخدام لأنه لما نتحدث حتى على ما نعرف لأنه نحن في المحطة على العموم نحن نتحدث عن الديزل لكن هو في التعريف يعني في مدونة المعايير والإصطلاحات نتحدث عن المازوط الذي هو مادة أساسية في النقد في الجزائر وهو من أجود أنواع الوقود بالمعايير الدولية الجزائر الآن استوفات حاجاتها من المازوط ولذلك نحن لا نصدر إنما نصدر نوع أنه لا نقول أقل جودة أنه بمواصفاته هو نوع من المازوط لكن بحكم مواصفاته يوجه الاستخدام في المراجع للشوديار للإحترام ولذلك أن المازوط يوجه لمحركات احتراق الداخلي والفيول أويل هو نوع من أنواع المازوط لا نقول أقل هو نوع جيدة لأنه نعرف بأن النفط الجزائري هو من نفط الخفيف المنخفض الكبريت ولذلك لا يوجد أي إشكال في استخدامه في محطات لدى أشقائنا في لبنان حتى وزير الطاقة سيد وليد فياض اليوم صباحا كان عطى تصريح رسمي لوسائل الإعلام وقال إننا أنجزنا اختبارا على الفيول من الشحنة الجزائرية التي نتحدث عليها في مخبر في واحد من البلدان وتبين أنه مطابق تماما لمحطات توليد الكهرباء في لبنان حقيقة نحن نقول هذا خيار لأشقائنا في لبنان نعم نحن قمنا ولعل هناك خلق رفيع في المجتمع الجزائري نحن ما هو شيء كما يقوله جود بالمجود نحن نجود بأجود ما لدينا جميل هذا خلق الضيافة في مجتمعنا الجزائري وأيضا هذا خلق الدولة الجزائرية نحن نجود بأجود ما لدينا أنه هذا الفيول الجزائري فيول لم تعترض عليه أي دولة ليكون في علم الجميع الجزائر دولة مصدر الفيول نحن نصدر الفيول الفيول يمثل 38% من صادراتنا من المواد البترولية ولذلك أنه وقيمة صادرات أنه نحن نصدر 5.585 مليون طن في السنة ووفق العقود ولا توجد أي جهة من الجهات في أي وقت من الأوقات احتجت على نوعية الفيول الجزائري بالعكس أنه فيول مطلوب من عدة جهة وما لدينا أن نسوقه لذلك كما تفضل الأستاذ فاضل أستاذ إدريس عاطية لما قال بأنه حقيقة أنه لما نقول بأنه فيولنا لا تجلدين بخزونات من الفيول ما ننتجه أنه نصدره وفق العقود لذلك لما يتخذ قرار سياسي من أعلى مستوى من رئاس جمهورية اتخذ سيدة جمهورية سيدة المجيد تبون أنه يتخذ قرار بعد يومي الشحنة تكون جاهزة وتنطلق نحو مرافق لبنان أعتقد هذا يعبر على اقتدار سياسي وعلى أيضا كذلك وعلى سيولة سيولة في القرار السياسي على مؤسسة الدولة الجزائرية وعلى قوة والتحكم التقني والطاقوي لدى المؤسسة الوطنية سلطنية لذلك الآن لما نتحدث عن الجودة نحن ننتج من أجود أنواع الفيول ومسوق ولذلك نحن قدمناه لأخونا الآن أخونا في لبنان هم أحرار لأنه حتى الشحنة غير مشروطة هم الآن هذه هيبة للبنان مؤسسات وشعب ولذلك أنه الآن المنظور نحن ننظر أنه من جانب حتى لما نتحدث عن الدبلوماسية الإنسانية الطاقة الآن في الأدبيات الدولية هي حق من حقوق الإنسان الأساسية لماذا؟ نتحدث اليوم عند الأمن الطاقوي بالفعل لأنه حتى الحق الأساسية الصحر حق أساسي التعليم حق أساسي إذا لم توجد كهرباء لا يمكن أنك توفر الصحة لمواطنك إذا لم توجد كهرباء لا يمكن أنك توفر التعليم إذا لم يوجد الماء أيضا كذلك حق أساسي إذا لم يوجد كهرباء وطاقة لا يمكن أن توفر الماء الشروب لمواطنيك لذلك الجزائر من منطلق الدبلوماسية الإنسانية ليس فقط لأننا الدبلوماسية الطاقوية التي تمارس الجزائر حتى مع شركائها أنها فيها البعد الإنساني نحن نتعاقد مع شركائنا ونمد أشقائنا به بمثل هذه غير مشروطة لأنه ننظر إلى الدبل المسيطة التقوية أنها فيها بعد إنساني ينبغي حقيقة أنه إعطاء الإنسان خاصة في دول الشقيقة ودول أنها جزء من كياننا العربي والإسلامي هذا الحق الأساسي جيد أستاذ مهما أستاذ إدريس عاطية أستاذ مهما تحدث عن بعد إنساني لما قامت به الجزائر تتحدث عن البعد التضامني أيضا الآن هذه المشكلة التي يقع فيها تقع فيها لبنان الشقيقة هل تتقد أنها لها علاقة بها تحولات جوية استراتيجية الموجودة في المنطقة صحيح كما قال الأستاذ عبدالساد منذ قليل أن الأزمة هي عميقة وأنها ترجع لسنوات ماضية لكن هذا الحصار المضروب على لبنان هل له علاقة بما يحدث في المنطقة نعم لأن لبنان بالأساس تعيش أزمة مركبة في إطار السياسي والطاقوي والاقتصادي ولبنان كما يشيل لبنانين أنفسهم أنها ليست لبنان التي كانت في الماضي ونظرا ربما للأحداث الأخيرة نعم منذ 2006 بعد حرب أود 2006 بين حزب الله اللبناني وبين الكيان الصهوني والكثير من الإستراتيجيات الغربية والصهونية تريد أن تقوى لبنان وتفرغ لبنان من محتواه للأسف هم أوصلوا لبنان إلى حالة من الفراغ المؤسساتي وإلى حالة أيضا من الفقر الاقتصادي نهيك أيضا على الفقر الطاقوي الذي ترتبط به على المنطقة لكن على الأقل لبنان كان يضمن شحنات من الفول وشحنات من الطاقة عن طريق دائما شراكاته والعديد من الاتفاقيات لكن اليوم هذا الوضع الذي يشبه حالة الإفلاس يجعل لبنان تستغيط وتطلب من الدول العربية المساعدة وهبت الجزائر كما أشرت في البداية كانت دون أي شروط وكانت من المنطلق عامل تضامن والتأكيد دائما على أن الجزائر تقف مع الدول الشقيقة والصديقة وتجعل دائما المحطة التاريخية هي مهمة في ترقية هذه العلاقات لكن أيضا لبنان هو مرتبط بالحرب الدائرة في غزة ومرتبط أيضا بالحرب الدائرة في أوكرانيا وغيرها من التحولات في شمال إفريقيا وفي الساحل الإفريقي وفي الشرق الأوسط لأن الكيان سوني ظل تاريخين ومارس كل ضغوطه من أجل جبر لبنان على التطبيع بما فيها محاولة ترسيم الحدود البحرية بين الكيان سوني وبين لبنان أو غيرها من الإملاءات التي يريد الكيان سوني في إطار استراتيجية والتوسعية بأن يضغط على كل دول الطوق لكن اليوم أن الكيان سوني وهو في هذه الأزمة لأنه أيضا يعيش أزمة خانقة لأنه ورط نفسه في غزة بكل الأبعاد لكنه يريد أن يفشل دول الجوار أو دول الطوق ولبنان كانت دائما مقصودة على الأساس أن جبهة المقاومة اللبنانية كانت أكثر حدة وأكثر مطلبية باستعادة الأراضي اللبنانية وعلى رأسها مزارع شبعة أو أيضا دعم القضية الفلسطينية بكل سبول لكن للأسف الكيان سوني يريد أن يجعل من لبنان منطقة عازلة لا يريد أن يجعل من لبنان منطقات تعاني من الكثير من الأزمات على الأساس دائما أن التفكير الإستراتيجي أصبح يربط مبين ثلاث مفاهيم رئيسية نتحث على الطاقة أولا نتحث على التنمية لأنه لا يمكن أن نقول أن هناك تنمية بعيدة على الطاقة بمثل ما أشار صديقي دكتور بوزين مهماه عندما ربط الطاقة بمسارات حياتية أخرى كالصحة والتغياء وغيرها من المسارات لكن الطاقة هي ترتبط بمفهوم التنمية الشاملة ككل وأيضا نصل إلى النقطة الثالثة والأخيرة وهي الأمن لأنه أيضا الأمن يتحقق من خلال وجود الطاقة والتنمية وبالتالي الطاقة هي الوقود الأساسي لتحرك التنمية والتنمية هي الأرضية الأساسية التي نستطيع أن نبني عليها الأبن السليم وهنا دائما دبلوماسي الإنسانية للجزائر هي عنوان كبير في الإطار الأفريقي وفي الإطار العربي لأن الجزائر كانت دائما في نصرة القضايا العادلة كانت دائما أنها تغيف الملهوف كانت دائما إلى جانب الدول التي تعاني من الكوارث الطبيعية أو غيرها من الحوادث بمثل ما قدمت مساعدات أسبوع الماضي للنيجر جراء الفايضانات الأخيرة بمثل ما كانت موجودة إلى جانب الأشقاء السوريون جراء الززائر نفس الشيء في تركيا نفس الشيء في فيضانات ليبيا نعم أو حتى في بنسبة لززال الحوز في المغرب أن الجزائر كانت على أهبط الاستعداد بأن تمد يد العون للأشقاء في منطقة الحوز المغرب لكن للأسف أن النظام المخزني أراد أن يتلاعبوا للأسف في نهاية المطاف رفض مساعدات الجزائر ورفض هذه اليد الممدودة لأن اليد الجزائرية دائما هي يد خير هي يد بناء هي يد مساعدة الأخ جيد أستاذ بوزيان مهما في أقل من دقيقتين إذا سمحتم هذا شيء يقودني إلى التفكير في المعادلة في شقها الثاني وهي أن الجزائر نجحت في ضمان أمنها الطاقوي في الكهرباء جزائر بحجم قارة وبذروة كبيرة تصل في شهر جويليا وشهر أوت إلا أن الحمد لله الجزائر نجحت في هذه الاستراتيجية الثقاوية شكرا لكن أسمحولي سريعا باختصار الساد لأنه انتهى الوقت شيء مهم جدا أعتقد أنه في الجزائر هذه الشحنة متذهب إلى لبنان الآن نحن نعلم بأن الإعلام اللبنانية منكسة أن وفاة رئيس وزراء أسبق سليم الفص الذي كان رئيس وزراء ورئيس حكومة لخمس حكومات وأيضا كذلك أنه كان وزيرا للصناعة والنفط ولذلك أنا أعتقد أنه لما يكون بلد ككيان سياسي في ظروف حزن مثل هذه وتغيطه بشحن 30 ألف طن أعتقد حتى من الجانب الإنساني والجانب الأخوي هذه هي نقطة لا ينبغي أن نغفلها في هذا المكان المحصر وهي بقيمة 18 مليون دولار نحسبوها بسيطة جدا لأنه في سنة 22 لبنان كان تقتني الفيول مع كلفة الشحن بـ 595 دولار للطن لما نحسبوها نلقى 18 مليون دولار هذا ليسا تقوّل من عدنا وبالعكس الآن الفيول خاصة الفيول الأجود من الفيول الجزائري رهو جاو 600 دولار للطن لكن أنا أعود حقيقة بالنسبة الآن ينبغي للكل اللي يعلم أنه في هذه الصائفة دول نفطية دون أن نسميها وقعت في أزمة انقطاع تيار الكهربائي دول صناعية كبرى وقعت في أزمة انقطاع تيار الكهربائي لكن نحن لا نقول بأننا أن نحافظنا في أقصى الذروة والذين فائض أيضا في إنتاج الكهرباء في المحطات وتوجهوا الإتقات المتجديدة كبرنامج أساسي في برنامج سيدة رئيسة جمهورية أنا أقول بأن منظومات الكهربائية هي من أجود منظومات الكهرباء في العالم من حيث المناخ لأنه لماذا؟ لأنه نحن 90% من كهربائنا تنتج من الغاز الغاز يعتبر أنظف وقود في سلة الوقود الحفوري اليوم من المنتحدث عن ألمانيا مثلا كدولة رائدة في الفكر البيئي وفي الفلسفة البيئية 40% من الكهرباء في المناخ تنتج منها لذلك لا ينبغي أن نستهين بوضعاتنا الطاقوية على عديد المسويات سواء استفاحة جدسكنا سواء من حيث البعد المناخ لذلك اليوم لما نرافع في المنصات الدولية وفي المحافل الدولية نحن نرافع باقتدار لأن الجزائر ضامنة لأمنها الطاقوي الوطني ومعزز الأمن الطاقوي الجواري والإقليمي والعالمي الآن الأمن الطاقوي الجواري للإتحاد الأوروبي الضامن له هي الجزائر جيد الحمد لله أطعمنا من جوع وأمننا من خوف أوضا شكرا لكم الأستاذ بوزيان مهما أنتم الخبير فيها شأن الطاقوي على الحضر وعلى الإضافة بروفيسور إدريس عطية ابقى معي في الملف الذي ننتقل إليه مباشرة دائما في الملف كالعادة مع استمرار الحملة الانتخابية في يومها الثالث عشر نقف في نافذة الرئاسيات عند بعض المعاني وبعض الأطياف العميقة الخاصة بالفعل الانتخابية اليوم سنركز على الوعي السياسي بضرورة الانتخاب مع ضيفية هنا فيها البلاتو أرحب بدكتور مجدوب قراري أستاذ القانون العام مرحب بكم أستاذ مرحبا أستاذ حمد مرحبا أستاذنا القادية أستاذ عطية ونرحب مرة أخرى بها البروفيسور إدريس عطية أيضا أستاذ إدريس عطية لما نتحدث عن الوعي السياسي ونربطه بالانتخاب ما الذي يمكن أن نقول نعم الوعي السياسي هو الأرضية الحقيقية الغذية نستطيع أن نجسد عليها العملية الانتخابية لأن في الانتخاب هو يتعلق بالتمكين السياسي والحمد لله أن المنظومة الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية يركز على حق الترشع وحق الانتخاب وهذا الأمر مكفول في الجزائر منذ الاستقلال لأنه لا يجتميز بين أفراد المجتمع الجزائري لا يجتميز بين العنصر النسوي وبين الذكور وهذا مكسب وطني لكن اليوم أيضا أن الوعي بأهمية استحقاقة الانتخابية هي رسالة يمكن أن تقوم بها كل المؤسسات المعنية بالتنشيء السياسية سواء نتحدث على المدرسة نتحدث على وسائل الإعلام نتحدث على الجامعة نتحدث على الكثير المؤسسات التي أصبحت تتعلق وترتبط بشكل مباشر بهندسة الوعي المجتمعي لأن إدراك أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي خاصة عندما نتحدث على الانتخابات الخاصة برئيس الجمهورية فهي أعلى مستوى ومن جهة أخرى أيضا هي تجسد الديمقراطية المباشرة التي تسمح لترجمة حق التصويت إلى مقعده وبالتالي اليوم سيد رئيس الجمهورية وهذا المنصب يجسد قوة شرعية وقوة شرعية هي أساس بقية القواء الوطنية وبالتالي تأكيد على الوعي الوطني يرتبط بوحدتنا الوطنية يرتبط برهانتنا الداخلية ويرتبط أيضا بتحدياتنا الخارجية وهذا ما يعمل دائما من مختلفة ربما الوسائل وعلى رأسها وسائل الإعلام على ضرورة زيادة منسوب الوعي ومحاولة تثقيف المجتمع ثقافة انتخابية وثقافة تجعل من المجتمع متابع لهذه الاستعقاقات مجاهدة أستاذ مجدوب قراري ألا ترى أن المترشح لمنصب رئيس الجمهورية ما دمنا نتحدث عن حملة انتخابية له مسؤولية أيضا في زيادة هذا الوعي الوعي السياسي الخاص بالانتخاب من خلال التسويق السياسي من خلال الخطاب من خلال اختيار المصطلحات من خلال اختيار الكلمات التي يقولها للهيئة الناخبة سواء في التجمعات وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي نعم سيد حمد بكل تأكيد في حقيقة الأمر تلقى مسؤولية على عاتق جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية من حيث التوعية السياسية من حيث التنشيئ السياسية نعم في حقيقة الأمر الجانب القانوني التأسيسي لم يقتصر دور المؤسد السوري الجزائري وحتى مشاريع الجزائري من حيث الاعتراف المجلس أعلى للشباب من حيث الاعتراف المرصد الوطني المشامع المدني على أساس أنهم هيئتان مكلفتان تكليفا مباشرا بمسألة التوعية السياسية في إطار مرضن بحكم أن التركيبة الانتخابية في الجزائر سيد حمد يعني فيها نسبة كبيرة من عنصر الشباب يعني هذا الشباب هذا المتكون تكوين جامعيا متخصصا واعي بما ينتظره من استحقاقات تواق لأهداف ولمشاريع تلموية واقتصادية الأمر لا يتأتى إلا بمسألة التوعية لذلك من باب أولى تلقى على عاتق المترشح للرئاسيات توعية هذه الفئة الهمة من المشامع عبر آليات ماذا عبر آليات انتقاء المصطلحات التي تصل مباشرة عبر تبسيط الإجراءات عبر تقديم حلول التي تجعل الهيئة الناخبة برمتها تهدف إلى تغيير ديمقراطي السالس بمعنى إيجابية أن عندما نتحدث عن التوعية السياسية فإننا نؤكد على مسألة على أسمى معاني الديمقراطية بمعنى التغيير الإيجابي يعني أتيحت لك فرصة وهي الانتخابات الرئاسية أعلى منصب في هارم الدولة الآن ما عليك إلا الإدلاء بصوتك لكن قبل أن تدلي بصوتك يجب عليك ماذا؟ أن تتمعنى وتتمحس جيدا برامج جميع المترشحين وتقف على إيجابيات هؤلاء المترشحين والسربياتهم من حيث البرامج من حيث البدائب التي يطرحونها لذلك سيد الحمد في حق الأمر فمسألة التوعية مهمة جدا وفي حق الأمر يعني أستاذة قراري إذا سمحت في الماضي كان واحد من أسباب العزوف على الانتخابات هي الشعبوية التي كانت موجودة في الخطابات السياسية خلال الحمالات الانتخابية أو قبيل الحمالات الانتخابية اليوم نلاحظ أن الخطاب تغير هل تعتقد أن تغير الخطاب سيؤثر على تلك الهيئة الصامتة إن صح التعبير بدفعها إلى الذهاب إلى صناديق الانتخاب؟ نعم بطبيعة الحل سيد الحمد في حق الأمر يعني كانت هناك هيئة صامتة للأسف بنسبة كبيرة صحيح لماذا؟ وهي التي كانت تشكل ما يعرف بالعزوف لانتخابي وفقدت الثقة حتى في موضوع الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية تشعية أبعد من ذلك كنا نشوفها حتى الانتخابات المحلية للأسف يعني الذي يهمه رئيس مجلس بلدي على مستوى أو رئيس مجلس شعبي ولائي على مستوى لا يذهب إلى صناديق الاقتراع ولا يحضر حتى التجمعات لماذا؟ لأن اللغة كانت لغة خشب يعني لغة كانت صماء لغة لم تخاطب أو لم ترقى إلى مستوى التطلعات لهيئة الناخبة من حيث حالات المشاكل التي يعانيها بطبيعة الحال يعني المواطن الجزائري قلنا هذه المسألة ميرانا وتكرارا يعني التواق لأن يحسن ظروفه المعيشية الاقتصادية لجانب الاجتماعي المنظومة الصحية إلى غير ذلك بطبيعة الحال يتطلب أو ماذا يطلب من المترشح لإستحقاق الرئاسي أن يخاطبه بلغة الواقع يخاطبه بلغة الإحصائيات يخاطبه بلغة الأرقام بمعنى على الأقل عندما تقول أن يتم تشخيص المشكلة يعني حتى نتحدث عن الحلول أو أنجع الحلول يجب أن يكون هناك مدى توفيق في تشخيص المشكلة أنه لا يمكن أن تقدم لنا حلول وأنت لم تشخص جيدا المشكل الذي يعانيه المواطن مدى الجزائري لذلك من خلال الحملة الانتخابية التي نشطها جميع المترشحين لرئاسيات 2024 سببطمبر في حق طمبر لاحظنا أنهم ركزوا بدرجة أولى على مسألة المشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري وطرحه للبادئين هذا الأمر مدى سيرفع لا شك من نسبة لمشاركة يوم الاقتراع المزمع عقده يوم 7 سبطمبر 2024 وخير دليل على ذلك وهو الأعداد الهائلة التي تشكلت منها جميع تجمعات للطرف المترشحين أبعاد من ذلك سيد أحمد في هذا السياق وهو أن الدور الذي لعبه كثيرا المشرع الجزائري من حيث البناء القانوني من حيث المؤسسات من حيث إدخال تعديلات على بعض القوانين هي التي انعكست بالإجابة على الحياة الخاصة للمواطن الجزائري بمعنى أنه على الأقل لاحظة بأنه يسير نحو دولة المؤسسات لذلك من المتدر أن تكون هناك نسبة قوية إن شاء الله جيد أستاذ دريسة عطية هل تعتقد أيضا أن على المترشحين أو كان عليهم تغيير خطابهم وأن يتأقلموا مع الوعي السياسي الذي يوجد عليه المواطن الجزائري اليوم كما قال الأستاذ مجدوب قراري ملاحظة مهمة جدا الملاحظة خلال تجمعات الثلاث مترشحين أن القاعات مملوئة عن آخرها للمترشحين الثلاث هل هذا يعني أن المترشحين اليوم لرئاسة الجمهورية يربما وجدوا الطريقة المثلة لاستمالة الهيئة الناخبة أستاذ يسعطيه نعم وهذا عنصرهم جدا لأن تقييم الحمل الانتخابية لم 12 يوم على الأقل هي خالية من الشعبوية أو المصرحات التي يرفضها القاموص شعبي وحتى القاموص السياسي وهذا مطلوب جدا لأن المجتمع أصبح يرفض هذه المصرحات ولا يريد تذكر الكثير من السلوكات والممارسات وغير من المفاهيم التي كانت تطرحها بشكل عبثي وبالتالي الالتزام من حيث الخطاب ومن حيث مفردات الخطاب هي خطوة مهمة جدا في سبيل هندسة الوعي لكن من جهة أخرى أيضا لا ننكر على أن منسوب الوعي لدى المواطن الجزائري هو في حال تزايد وهذا يعود إلى سنة 2019 مع فترة الحراك المبارك والمواطن الجزائري هو يتابع ويدرك الإنجازات التي تقوم بها الجزائر سواء في سبيل استكمال البناء المؤسساتي سواء في سبيل تعزيز التجربة الديمقراطية الجزائرية سواء في سبيل تمكين المواطن الاقتصادي Tada�i الساحي لإمتصاص البطالة بما فيه فتح العديد من ورشات متعلقة بتشغيل الشباب وعلى رأسها للسترطاب وتحت على المقاولة دائسية او غيرها من المشاريع وهذا لإطار الاقتصادي لكن أيضا في الإطار السياسي من خلال المجلس الأعلى للشباب من خلال أيضا تخفيض سن الترشح في المجالس المحلي متخبة ومجلس الشعبي الوطني كلّها مكتسبات لصالحاته الشريح على الهمة داخل المجتمع لكن أيضا هنا نحن بينا متلازمة رئيسية سيد سعطية إذا لاحظت اليوم حتى ذلك المواطن الذي نعتبره بسيط وبعيد عن كل هذا الخضم الخاص بالمؤسسات الجديدة الخاصة بالشباب والخاصة بالمجتمع المدني حتى لو كان بعيدا عنها إلا أن وعيه أصبح يختلف عن الماضي حتى المواطن بسيط هو يدرك حال السلم والأمن التي تعيشها الجزائر فالمواطن يستفر من تبسة إلى تمسان وهو في كامل آمن والسلطات الجزائرية موجودة في كل مكان وتحرص على راحة وسلامة المواطن نهيك أيضا على أن الخطاب اليوم هو متعلق بالهيئة الغير مهتمة والغير مختلطة للعملية الانتخابية وهذه الكتلة كما سميتها أنت سيد حمد هي كتلة صامتة ربما ليست مقاطعة الانتخابات وإنما هي كتلة انقطاع بالأساس نظرا إلى بعض الالتزامات فنحن ربما كباحثين حتى في التقاءنا في الشارع مع الكثير من أبناء المجتمع الجزائر يقول لك أنا أدعم فلان فلاني هل سوف تذهب يوم الانتخاب ربما قال لك سوف أكون مسافر أو لدي عمل أو غيرها وبتالي التحفيز هو النقطة الأكثر أهمية اليوم خاصة عندما نعود إلى أولياء الأمور الأباء الرجل الذي يدفع أبنائه وزوجته وكل أفراد عائلتهم ويحمسهم من أجل الاختراع ومرستهم حقهم السياسي في حداته ومنح الحرية الواسعة للاختيار والتمييز بين برامج المترشحية ثلاثة هذه الخطوة الأهم أن المجتمع يلتزم هذا الالتزام خاصة عندما نركز على كتلة الانقطاع الحديث عن المقاطعة ربما هي متعلقة بموقف سياسي لكن الحمد لله الجزائر تجاوزت هذه المسألة منذ سنة 2019 نحن اليوم أمام محطة مهمة جدا تتعلق باستكمال البناء الديمقراطي والطعميق العملية الديمقراطية في حداتها بما فيه تعزيز المكتسبات الوطنية على كل المستويات أعتقد حتى برامج المترشحية ثلاثة كلها توقفت في الجزائر سنة 2014 وتريد استكمال هذا التصول المستقبلي للجزائر وهي خطوة مهمة جدا لأنه للأسف كنا في ساوة سابقة نشاهد بعض الخطابات الإدولوجية نشاهد بعض الخطابات الرنانة الجوفاء الغير قابلة للتطويق لكن اليوم أنه الجميع يبدل مجهود في سبيل توضيح هذه البرامج الانتخابية وهي سبيل تحفيز الناخب وملامسة النقاط الإيجابية في وعي المجتمع الجزائري مع ذرورت أيضا تركيز هنا سيد الحمد أيضا يعلى أنصار التضليل الانتخابي خاصة أنه يلسى بعض الأطراف الخارجية بعض المحاولات الخبيثة التي لم يصبح لهم صدى كبير مثل في الماضي السادة نعم وهذا بفضل اهتمام المجتمع الجزائري بالاستحقاق وإدراك دائما المجتمع الجزائري على أن الاستحقاق الانتخابي هو صمام أمان الجزائر وهو العهد أو الشعر الرابط بين مستقبل الجزائر ونهوضها الاقتصادي وهذا الاستحقاق جيدا وستاذة مجلوب قراري الآن هذا الوعي السياسي سواء من قبل المترشحين في خطابتهم أو سواء من قبل المواطن ألا ترى أنه راجع إلى أخلقة الحياة السياسية وبعض التشريعات وبعض القوانين التي أرجعت الأمور إلى سكتها السليمة نعم سيد حمد بكل تأكيد في حق الأمر الجزائر قفزة قفزة نوعية من حيث التنظيم التشريعي من حيث أخلقت الحياة السياسية وقضائها على المال الفاسد لأن كثير من المواطنين في حق الأمر في عديد المرات عندما كان بمجرد أن يكون الأول على مستوى القائمة الانتخابات القائمة الحزب المعين فيقول أن النتائج محسومة من باب من باب من باب أن الذي جاء في القائمة المقعد الأول يعني جاء بالمال الفاسد يعني مباشرة وهذا هو اللي جسد الحراك المبارك بحق الأمر وهو الذي اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري في الدباجة يعني أهم مواثقة في الدستور لذلك جاء الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوين للنظام للانتخابات وجاء صريحا أبعد من ذلك من اللجنة الخاصة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية كذلك كان تدخل يعني في حق الأمر في إرادة الهيئة الناخبة كان يمس يعني مساسا سلبيا بالشرعية الانتخابية في حد ذاتها لم يكن محترم صوت المواطن يعني المواطن يعني عندما نريد أن نشخص أسباب عزوف الهيئة الناخبة أو المواطنين أو حتى الفئة الصامتة في حق الأمر تعددت الأسباب لكن السبب الرئيسي الذي كان وهو مسألة أنه لم تكن هناك أخلاقة يعني في المجال السياسي وكان هناك تدخل مباشر للمال الفاسد في توجيه صوت المواطن بحد ذاته لذلك فالترسالة القانونية التي استصدرت منذ تاريخ 2019 إلى غاية اليوم سيد أحمد في حق الأمر يعني ترسالة مهمة جدا ولم تغفل تنظيم أي جزئية تشريعية في مسألة ماذا في مسألة إرجاع القطار إلى مساره التشريعي إلى مساره الديمقراطي لذلك نلاحظ اليوم أن الهيئة الناخبة برمتها شكلت اهتماما بمسألة استحقاق الانتخاب الرئاسي المزمع عقده يوم السابع سبتم 2024 وشكلت كذلك تجاوبا من حيث ماذا من حيث حتى نلاحظه سيد أحمد على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يعني عندما تجد تعليقات أو تجد إبداء بعض الملاحظات أو حتى تقديم اقتراحات فنحن نفسرها تفسيرا إيجابيا على أساس أن هذا التفاعل في حد ذاته هو اهتمام بالمقارنة مع فترة زمانية مثل سبقت الأبعد من ذلك سيد أحمد في هذا السياق وهو أن المواطن الجزائري أصبح اليوم أدرى من أي وقت مضى بأن التغيير الحقيقي والحفاظ على الجزائر وهو من خلال تجسيد الديمقراطية عن طريق الانتخاب لأنه لاحظ في حقيقة الأمر يعني الدعاة الظلاميين الذين كانوا دائما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يهدفون إلى الزرع الأكاذيبي وتغليط الرأي العام إلى غير ذلك شاف ولاحظ يعني مصير هذه الدول التي انساعت وراء يعني هذه الأصوات الناعقة إلى غير ذلك فالحل الوحيد لدى المواطن الجزائري ولدى الهيئة الناخبة وهو الحفاظ على الجزائري من خلال تكريس الديمقراطية بالانتخاب وبرفع نسبة المشاركة الأبعد من ذلك سيد أحمد وهو أن منذ 2019 إلى غاية اليوم 2024 يعني المواطن الجزائري وقف على ديناميكية نحو الأمام بمعنى أن هنا وقف ماذا وقف على إيجابية يعني عندما نقول أن الانتخابات تخاطب مباشرة فئة الشباب وتشكلت المجالس سواء المجالس المحلية أو المجالس الوطنية على مستوى المجلس الشعبي الوطني وحتى على مسألة الاهتمام بالنخب على مستوى المحكمة الدستورية يعني في حق الأمر هذه التغيرات لها صدع مدى إيجابي على الهيئة الناخبة أشكركم مع ضيفية الكريمين كل من الدكتور مجدوب قراري أستاذ القانون العام شكرا لك على الحضور وعلى هذه المشاركة بروفيسور قصيرا يلقاكم بعده زميل سليم حمادي في الملف الدولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا سليم تحية لك سيد أحمد مشاهدين الأكارم أينما كنتم تحية لكم وأهلا بكم في الفقرة الدولية من برنامج الجزائر مباشرة التي نتناول فيها محورين هذه الليلة للنقاش المحور الأول يتمثل في ترويج نظام المخزر وصحفته لإنتقال وهمي أقول عبر إقصاء المزعوم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مشاركة في قمة فوكاك المزمع عقدها في الصين وكذلك نتناول في المحور الثاني ونتعرض له بالنقاش حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الجرائم الصهيونية على قطاع غزة وكذلك تعثر المفاوضات ونقلها من القاهرة إلى الدوحة والبداية بالملف الصحراوي حيث ولدت فضيحة المغرب خلال قمة تيكاد بالعاصمة اليابانية توكيو حالة هستيرية مرضية لدى نظام المخزن وصحافته من خلال ترويج الانتصار وهمي عبر إقصاء مزعوم أقول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في قمة فوكاك المزمع إنعقادها ببكين يومي الخامس والسادس من سبتمبر الداخل التقرير تالي لخريدة حاج جلالي عندما يقود الفشل إلى البلطج يصعب تسويب بوصلة المخزن نحو الأعرف الدبلوماسية وقد تلقى دروس الدناءة من كيان صهيوني مزاده يأسا وتخبطا لتتوالى الفضائح ومعها الترويج لأكاذيبة وتصويرها على أنها انتصارات دبلوماسية حيث ولدت فطيحة المخزن بالعاصمة اليابانية خلال الاجتماع الوزاري لندوة التوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا حالة هستيرية مرضية لدى نظام المخزن وسحافته من خلال الترويج لانتصار وهمي عبر إقصاء مزعوم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في قمة منتدى تعاون الصين الأفريقي المنتظر انعقادها ببكين يوم الخامس والسادس سبتمبر المقبل ووفقا لقرارة الاتحاد الأفريقي فإن المشاركة في هذه الاجتماعات تتوقف على سن في الشاركة بعينها وبناء على ذلك فإن منتدى تعاون الصين الأفريقي قد تم ادرجه منذ تأسيسه ضمن آليات الشاركة الثنائية التي تجمع الصين بعدد من الدول الأفريقية وبالتالي فإن الجمهورية الصحراوية شأنها شأن دول أفريقية أخرى لم تشارك في أي اجتماع من اجتماعات الشاركة الأفريقية الصينية منذ تأسيسها فكيف يتم استبعادها اليوم مثل ما يدعي المخزن والغريب في الأمر أن المخزن تناسى أن للصين مواقف ثابتة من مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وهي المواقف التي تعكسها تصريحة مندبي هذا البلد في الأمم المتحدة لسيما مجلس الأمن وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين شهر جويليا 2023 أكدت الصين هذا الموقف مجددا بما لا يدعو أي مجال للشك أو اللبس وبالنظر لما سبق فإن خرجة المخزن الجديدة لا تعدو أن تكون سوى محاولة نيائسة من المخزن لذر الرماد في عيون الشعب المغربي وحجب أنظاري وتحويلها عن فضيحة توكيو فعوض تغييب الجمهورية السحروية أسفرت شطاحات المخزن بهكذا محافلة دولية عن عودة بارزة لكفاح الشعب السحروي ليؤكد مجددا عدالة قضيته التي تبقى قائمة ومطروحة إذن للتفصيل أكثر في هذا الموضوع سأستضيف هنا في الستوديو البروفيسور سمير بوعيس أستاذ العلم السياسي والعلاقات دولية مرحبا بك بروفيسور مرحبا بك أخي ساليم ومرحبا بالسادة المشاهدين مرحبا بك أستاذ بوعيس النظام المغربي لديه عديد محاولات رامية لحرمان الجمهورية العربية الصحراوية من المشاركة والتضييق عليها ودعني أقول للتشويش أيضا من تيكاد إلى فوكاك من تيكاد اليابانية إلى فوكاك يواصل هذا النظام الترويج للدعايات تفضل في الحقيقة لما يكون مستشار النظام المخزاني هو النظام الصهيوني يمكن أن ننتظر الكثير من هذا النظام البائس الذي فقد صوابه وفقد توازنه بالنظر للضربات العديدة التي تلقاها من قبل الجمهورية العربية الصحراوية والانتصارات التي حققتها على الصعيد الدولي وآخر هذه الانتصارات مشاركتها جنبا إلى جنب مع باقي الوفود الإفريقية في قمة نيكاد في توكيو الجميع يعلم أن هذه القمة لم يكن لتنعقد لو لا إصرار الاتحاد الإفريقي على أن تواجد وفد الجمهورية العربية الصحراوية لأنه في البداية لم يكن هناك لافتة للوفد الصحراوي وتم إشعار ذلك لمسؤولي الاتحاد الإفريقي الذين تدخلوا لدى اليابانيين تطلق أشغال الخبراء إلا بوجود الوفد الجمهورية العربية الصحراوية وهذا ما يفسر حالة الهيجان لدى ديبلوماسي المغربي الذي حاول الاعتداء على الممثلي الوفد الصحراوي الآن مدام الفاضيحة أصبحت واضحة للعيان لم يكن أمام النظام المخزني وصحافته وذبابه الإلكتروني سوى الترويج لقصص وهمية حتى يقنع الشعب المغربي بأنه منتصر على الصعيد الدولي فراح يختلق قضية هي قمة الاتحاد الإفريقي أو قمة الإفريقية مع الصين وقد نوهتم في البداية هناك فرق بين المنتدى وبين اللقاء اللقاء الذي نعقد في الصين عفوا في توكيو هو لقاء يجمع بين توكيو بين اليابان والاتحاد الإفريقي كهيئة وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك إما إلا بحضور كافة الأعضاء بينما القمة أو المنتدى المزمع إنعقاده في الصين خامس وستادس سبتمبر هو منتدى وبالتالي من حق الدولة الموظيفة هي التي تختار الوفود ولم يحدث أن شاركت الجمهورية العربية الصحراوية في أي منتدى للصين وبالتالي لماذا هذا التهريج لماذا التركيز على الجمهورية العربية الصحراوية في وقت هناك عدة دول أخرى إفريقية لن تشارك في هذا المنتدى أكثر من ذلك فإن البيان الختامي لهذا الخبراء الذي جمع بين الجزائر والصين أصر في نهايته على أن تم التعرض للقضية الصحراوية وباتفاق الطرفين الجزائر والصين على أن لا حل لهذه القضية سوى الامتتال للوائح الأمم المتحدة وتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الاستفتاء تقرير ما صارحه وهذه مواقف ثابتة للصين ولا تحتاج لأن يأتي للمغرب ليزور الحقائق وهنا أفتح قوس لأشير إلى التصريح الشهير للسيد الرئيس الجمهورية خلال حملة الانتخابية الأخيرة لما سأله أحد المواطنين في تجمع وهران قال له موقف الجزائر من قضية السحراء الغربية فرد عليه مبتسما لا يمكن تزوير الحقائق ولا يمكن تزوير التاريخ والتاريخ واقع وثابت بأن الجمهورية العربية الصحراوية ليست خصم وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وكلما كانت هناك لقاء أقول لقاء وليس منتدى للاتحاد الإفريقي إلا ويكون الوفد الصحراوي حاضرا حبا من حبا وكارا من كارا يعني حتى العقد التأسيسي لاتحاد الإفريقي يذكر الصحراء الغربية تسمح لي لدي وثيقة صحة ذلك هذه هي نسخة من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ماذا تنس هذه تنس هذه لما عادت المملكة المغربية وانضمت للاتحاد الإفريقي في سنة 2017 تنس في دباجتها على قانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ويقر نحن رؤساء دول الحكومات الأعضاء بداية برئيس الجمهورية الجزائية يعني يذكرون كل الوفود التي أمضت على اتفاقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي ونجد في ترتيب رقم 39 رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هذه الوثيقة موثقة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ويمكن لكل مواطن أن يتصفح هذا العدد الموجود في الجريدة الرسمية عبر الأنترنت إذن هناك اعتراف من المملكة المغربية بأن الجمهورية العربية السحراوية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي ولا يمكن كما تفضل رئيس بذكره لا يمكن تزوير الحقائق أو تزييفها طيب إذن ما هو معروف سبقتني أنت في الإجابة على السؤال لكن نحاول أن نفصل في السؤال الثاني طبعا يعني معروف أن الصين لديها مواقب ثابتة وراسخة فيما يتعلق بحق شعوف تقرير مصير بما هو حق الشعب الصحراوي الذي يسعى إلى تحقيق مصاره وفق الشرعية الدولية يعني ما هو وزن الصين الآن في الأمم المتحدة وفي المنظومة الدولية لدعم هذه المصارات بما فيها مصار الجمهورية العربية السحروية الصين دولة عضو في مجلس الأمن الدولي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي لها وزنها ولها تقلها في قرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وأثبتت مرارا الدبلوماسية الصينية مواقفها الثابتة حيال قضايا للسحراء الغربية وكاين هناك إجماع على ضرورة الامتثال للوائح الأمم المتحدة وتفعيلها خاصة فيما يتعلق بأولا تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره وأيضا تمكين بعتة المينورسوم من ممارسة كافة صلاحياتها من ذلك مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي تعاني من تدهور مستمر في هذه النقطة وبالتالي لا يمكن لأي طرف أن يشوش على الصين الصين أقوى وأكبر من أن يتم خداعها مثل ما تم خداع فرنسا أو إسبانيا أو الضغط عليها بقضايا مفتعلة الصين أكبر من ذلك ومواقفها ثابتة وأثبتت في مرارا أن هناك تنسيق دائم مع الجزائر فيما يخص نصرة القضايا العادلة وليس فقط قضية الصحراء الغربية بل كل قضايا العادلة التي تخدع لتصفية الاستعمار ما دام لا ننسى أن قضية الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة على أنها حالة تصفية الاستعمار وهذا هو موقف جمهورية الصين الشعبية طيب دعني أنتقل معك بروفيسور وجمهورنا إلى أم القضايا وأم القضايا التحرورية في العالم وإلى الأراضي الفلسطينية محتلة قال الوزير الصهيوني في حكومة الكياني المتطرفة إثمار بنكفير إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى في خطوة تعكسونية الكيان الصهيوني تجاه المقدسات الإسلامية في القدسة وقبل التصريحات بنكفير باستنكار والتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس حيث قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا قال إن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا هذا وحذر المسؤول الفلسطيني من أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى محاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع إذن بروفيسور بنكفير وجماعة وعصابته المتطرفة داخل حكومة الكيان الآن يطلقون تصريح كهذا وأنت تعرف ما معنى أن يمس المسجد الأقصى ويبنى كنيس بغير وجه حق داخله يعني على ماذا يعني ما يحدث على الأرض الآن تصريحات لهؤلاء الوزراء المتطرفين بالإضافة إلى توسيع الكيان الصهيوني دعني أقول الحرب داخل الضفة الغربية من المواجهات من الاعتقالات من التصفيات والاغتيالات وغيرها كيف تقرأ الواقع على الأرض الآن في ظل هذه التصريحات إذن في غياب رضع دولي أصبح كل شيء مستباح بالنسبة للشعب الفلسطيني لا ننسى أن هذا الوزير المتطرف صرح من قبل ودعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني عن طريق استعمال قنبلة نووية واستعمال السلاح المحظور دوليا وبالتالي مثل هذا التصريح غير غريب على وزير متطرف إذن ماذا نستنتج من كل هذا أن هناك إحياء لصفقة القرن المزعومة وهناك نية واضحة للكيان الصهيوني لتجسيد نظرته إلى دولة التي يحلم بها التي تمتد من طرفي لو تكون على حساب الأراضي العربية إذن هذا التصريح إنما يدل على ماذا نيتهم في تجسيد الخطوات المقبلة في تهويد القدس لا يكفي الآن إبادة الفلسطينيين بل يسعون لتزييف الحقائق وجعل الأراضي المقدسة أراضي يهودية ومسيحية فقط ويتم نزع كل ما هو إسلامي عن هذه الأراضي حتى يتم فتح المجال لبناء الهيكل المزعوم وبالتالي هذه الخطوة هي خطوة خطيرة وهي التصعيد خطير على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وواجب على الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى توحيد الصف من أجل مواجهة مثل هذه الخطوة وأيضا واجب على الأمة العربية الإسلامية والضمير الدولي أن يستفيق في مثل هذا هناك ملامح لانتفاضة في الضفة الغربية خاصة بعد التهديدات الصهيونية هناك شبه إجماع داخل الكنيسة وشبه إجماع داخل هذه الحكومة الإرهابية المتطرفة الصهيونية باقتحام الضفة الغربية يعني هل يمكن القول نحن على شفا انتفاضة شاملة طبعا لا ننسى أن اتفاقية أصل التي أفضت إلى وضع الضفة الغربية تحت بين قوسين إنسحت تعبير حكم السلطة الفلسطينية لكن هذه السلطة لم تعد قادرة على بسط سيطارتها على المنطقة لأن الضفة الغربية تم تقسيمها إلى مناطق A, B, C ألف باجيم من الفروض المنطقة ألف تخضع للسيطرة الأمنية لكن هذه السيطرة لم يتم تحكم فيها وبالتالي الجانب الصهيوني هو الذي المتحكم في الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية يوميات المواطن في الضفة الغربية لا تختلف عن المواطن في غزة من اقتحام من السجن من منعه من التحاق بمناصب عاملهم إلى آخره من التجاوزات أفي قراءة التفتيش المهين وغيره كل تجاوز في ميدان حقوق الإنسان موجود في الأراضي الفلسطينية وبالتالي هذا الوضع دفع بحتى الذين كانوا يؤمنون بالسلام مع الكيان الصهيوني فقدوا الأمل في هذه الخطوة ولم يبقى لهم سوى التفكير في الكفاح المسلح لأنه السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي يعني أصلوا في طريق الزوار طبعا حتى الأمريكيين بذاتهم يعترفون بذلك لما نسمع تصريح من خبير أمريكي يقول أن محمود عباس فقد السيطرة على الأراضي الفلسطينية ولم يعد قادر على التحكم في الوضع الفلسطيني وبالتالي حتى الإدارة الأمريكية تفكر في استبدال محمود عباس وجماعته وبالتالي السلطة الفلسطينية الحالية فقدت الشرعية والمشروعية وفقدت حتى كل مقومات الباقاء وبالتالي حتى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لم يعد يتق في هذه السلطة التي لم تفعل شيء لوضع حد لجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولا يستبعد أن تنتقل هذه الجرائم الإبادة إلى الضفة الغربية لأن هناك محاولات للتطهير العرقي وللإبادة حتى يتم كما قد من قبل تهويد القدس وبالتالي فتح المجال أمام سيطرة الطرف الصهيوني على كل مدن الفلسطينية هناك طلب واضح من الشرطة الصهيونية للحكومة لكي تنظم رحلات إلى الصهينا بما فيهم متطرفين وهم كون في الحقيقة متطرفين إلى باحات الأقصى واقتحام الأقصى يعني تحت أنظرها ناهيك عن اعتداءات اليومية اليومية للمتطرفين وللمستوطنين ضد الفلسطينيين أمام إرهاب ممارسة إرهاب أمام صمت دولي يعني أنا أتسأل الآن أين هم دعاة حقوق الإنسان أو دعاة حقوق الحيوانات الذين يدافعون عن حق الحيوان ويستبحون دماغ الفلسطينيين وأين هم القائمون عن المسجد الأقصى يعني أيضا وفد صهيوني استخباراتي بما أننا سنتحدث نتطرق إلى المفاوضات وفد صهيوني استخباراتي من الشباك والمصاد يصلون إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات حول وقف إطلاق النار مع استثناء ناتنياهو ومنع بعض من المفاوضين ممثل في وزير دفاعه وأيضا استثناء ملف الأسراء يعني هل بقي أمل في هذه المفاوضات التي أصبحت تقفز من مكان إلى آخر دون جدوى لا الآن النية أصبحت واضحة للعلن مدام أن ناتنياهو استثناء وزير دفاعه وحتى قائد أركان الجيش الصهيوني من المفاوضات فيما يخص الصفقة المحتملة مع حركة حماس فهذا إنما يدل على أن نية ناتنياهو هي الإبقاء على وثيرة الحرب كما هي بدليل أن هناك اختلاف بين الرئيس الوزراء الصهيوني ووزير دفاعه وقائد الأركان لو عدنا إلى تصريح وزير الدفاع الصهيوني قال أن العمليات الكبرى في غزة انتهت وأن ما سير الآن غزة أصبح كل احتمالات واردة غير العسكرية أي يدعو إلى حل سياسي لقضية غزة بعيدا عن الجانب العسكري وبالتالي ألقى بالكورة إلى ناتنياهو الذي بدوره رفض الامتتال لنصائح وزير دفاعه ويسر على أن ضرورة المحافظة والإبقاء على الوحدات العسكرية في قطاع وأيضا المفاوضات من أجل تحرير الأسر هكذا يقول ناتنياهو إذا يؤمن بأن تحرير الأسر سيكون بالقوة والضغط على حركة حماس في اعتقاده هو الحل الأنسب لاستعادة الأسر وأفضل مثال على ذلك تغنيه بالانتصار الذي حققه استخبارات الوهم صحيح وبالتالي حتى أن ناتنياهو يضغط وضع شرط تعجيزي وهو إبقاء على التواجد الكيان الصهيوني في محور فيلاديلفيا وهو ما ترفضه حركة حماس وترفضه مصر حتى مصر أيضا ترفض تواجد أي جنود للصهايين على حدودها وهذا ما يرهن مصير المفاوضات ويخال في اتفاقية أسلو صحيح والنقطة الثانية التي تعيق تقدم المفاوضات هي قضية الأسرة لأن الطرف الصهيوني اشترط عدد محدود من الأسرة الفلسطينيين واشترط أيضا شرط غريب ضرورة عدم عودتهم إلى غزة فما ما صير هذا السجن فأراد أن يطلق صراحهم من السجن إلى سجن آخر وغير العودة إلى ديارهم وهذا ما ترفضه حركة حماس وتتمسك بالعودة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جون بايدن ووافق عليها المجلس الأمن الدولي وأيضا هددت حماس بنقل المعركة إلى الضفة الغربية قريبا إذا ما توصلت جرائم الكيان الصهيوني أنتقل معك إلى سؤال أخير يعني البنتاجون يقول أن الاشتباكات بين جيش الكيان الصهيوني وبين حزب الله كانت أوسع نطاقة لكنها لا تمثل توسعا لرقعة الحرب ولن تكون حرب إقليمية ما مدى صدقية ما تقوله واشنطن في هذا الموضوع تحديدا الملاحد على أن رد حزب عناصر حزب الله على الكيان الصهيوني هو رد الدقيق حيث استهدف عتاد عسكري ورادارات ولم يستهدف تجمعات سكانية للمستوطنين اليهود هل تقول أنها كانت أهداف انتقائية طبعا طبعا وهذا يدل على نبل أخلاق الطرف العربي في الحرب الذي لا يستهدف المدنيين بخلاف الطرف الصهيوني الذي يبيح أو الذي في كل مرة يستبيح الدماء العربية يعني حزب الله يكون بحرب نظيفة حرب نظيفة رد نوعي ومؤشر على أنه قادر على ما هو أكثر من ذلك لكن حزب الله يدرك جيدا أنه ليس في مصلحته الآن خوض حرب شاملة لأنه ستفقده يعني القوى والشعب اللبناني الذي يعاني ويلات الحصار المفروض عليه مثل ما تم التطرق إليه من قبل هو في غنى عن حرب يعني شاملة مدمرة وبالتالي أعتقد أنه سيتم الاكتفاء بضربات دقيقة لرد على انتهاكات التي يقوم بها الجيش الصهيوني يوميا في الشمال في الأراضي اللبنانية بروفيسور سامير بوعيس أستاذ العلم سياسي والعرق الدولية جزيلا لك مشاهدين الأكار أينما كنتم شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصلاة والعودة لك سيد أحمد شكرا لك سليم ولضيفك الكريم لختم ملف الدولي نصل لختم هذا العدد من برنامج جزان مباشر سلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر